اهلا بكم مشاهدينا الى نشرة الاخبار من القناة الوطنية الاولى ونستهلها بالعنوينة تسجيل ثلاث وفايات جديدة بفيروس كورونا ووزارة الصحة تنفي تجاوز طاقة استيعاب اسرة الانعاش المخصصة لمرضى كوفيد التسعة عشر مع اقتراب العودة المدرسية مدارس تتكثف فيها الجهود تنظيفا وتزويقا واخرى تفتقر لوسائل الحماية من فيروس كورونا اضرار جسيمة تلحق بالضيعات الفلاحية بعد سقوط البرد بالكاف والفلاح يطالب بدعم الشباك الواقية لحماية المنتوجة البداية بتطورات الوضع الوبائي في تونس حيث سجلت ولاية منوبا اليوم حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا بمستشفى عبد الرحمة مامي باريانا حسب تأكيد المديرة الجهوية للصحة بمنوبا نبيل قدورة كما ارتفع عدد وفاية الاشخاص الذين اصيبوا بفيروس كورونا المستجد بجهة سفاقس الى سبع حالات منذ ظهور الجائحة الوبائية وذلك اثر حالة الوفاة التي تم تسجيلها ليلة الجمعة لامرأة كانت مقيمة بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي لحبيب بورغيبة وتم نقلها الى وحدة كوفيد 19 بذات المستشفى حيث لفظت انفاسها الاخيرة بعد الاشتباه في حملها لفيروس كورونا وفق ما افاد به صباح اليوم المدير الجهوي للصحة بسفاقس الدكتور جوهر المكني في بنزر تكدى المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعداني انه تم اليوم تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا المستجد 12 اصابة جديدة تم تأكيدها ايضا اليوم بولاية تطوين حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة الطيب شلوف يبلغ بذلك العدد الجملي للحالات بالولاية الى 106 حالات منذ اعادة فتح الحدود في 27 من جوان الماضي كما ارتفعت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا بولاية المهدية الى 10 حالات جديدة من بينها 3 اصابات لاطارات طبية وشبه طبية بالمستشفى الجامع التهر السفر والمستشفى المحلي بقصر الساف وفق تأكيد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة السامير لحول اما في ولاية زغوان ونتيجة للارتفاع المسجل في عدد الاصابات قرر المجلس البلدي بزغوان غلق السوق الاسبوعية وسوق الدواب لمدة شهر وذلك بداية من الخميس السابع عشر من الشهر الجاري كما تقرر ايضا غلق فضاءات الاستحمام والتقليص بنسبة 50% من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم والنزل وافدت الجامع العام للصحة في بيان لها بان وثيرة الاصابات بفيروس كورونا في صفوف مهني الصحة ارتفعت ووصلت الى 287 حالة حتى الان وقد دعت اليوم الجامع العام للصحة الى اعتبار اصابة مهني قطاع الصحة بكوفيد 19 حادث الشغل واتمام الاجراءة اللازمة لذلك في انتظار تصنيفه مرضا مهنيا اعلنت الادارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم عن تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وثمانين اصابة جديدة يأتي ذلك فيما ارتفعت حالات العدوى المحلية بالفيروس في كل من ولاية نابل ومدنينة حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد سجلت اليوم في ولاية المونستير لمرأة تبلغ من العمر 67 عاما ومقيمة بمستشفى فتم برغيبة بالمونستير واصلة اقصر هلال ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس بالولاية إلى ثلاث حالات وذلك بحسب احصائية الادارة الجهوية للصحة بالمنستير التي احصت ايضا ثلاثا وثمانين اصابة محلية جديدة بكوفيد تسعة عشر منها واحد واربعون اصابة بمنز النور وست عشر بقصر هلال وفي مستجدات الوضع الوبائي بولايتين بالاصفرة العينات المرفوعة امس من قبل مصالح الادارة الجهوية للصحة بالجهة والبالغ عددها مائتين واربع وخمسين عينا عن تسجيل ثلاثين حالة اصابة جديدة محلية بفيروس كورونا تتوزع بين معتمدية سليمان وقربا ونابل والحمامات وقليبيا والهوارية ومنزل بوزلفا كما سجلت ولاية مدنين اليوم الثاني على التوالي أربع عشرة اصابة جديدة بفيروس كورونا ثلاث عشرة حالة منها في جزيرة جربا وأحد عشر حالة في حومة السوق التي أصبح الوضع بها مقلقا بسبب عدم تطبيق المصابين للشروط اللازمة للحجر الصحية ذاتية وذلك وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للصحة بالجهة وفي ولاية جابس تم تسجيل تسع حالات عدوى محلية جديدة بفيروس كورونا تتوزع بين الحمى والحمى الغربية وقابس المدينة وقابس الجنوبية كما سجلت ولاية جبل خمسة إصابات جديدة بكوفيد-19 وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا عن تسجيل أربع وفيات وثلاثمائة وسبعين حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ بذلك العدد الجملي للحالات ستة ألاف ومائتين وتسع وخمسين حالة مؤكدة نحن بعيدون كل البعد عن امتلاء أسرة إنعاش مرضى كوفيد حاليا هذا ما قاله مدير عام الهيكل الصحية بوزارة الصحة محمد مقداد اليوم في تصريح لوكالة تونس فريقيا للأنباء نافيا أن تكون تونس قد تجاوزت طاقة استيعاب أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد-19 مواضحا أنه إلى حدود الثامنة من مساء أمس الجمعة هناك ثلاثة وثلاثين سرير إنعاش شاغير من بين مائة وخمسين سرير إنعاش تم تخصيصها لمرضى كوفيد-19 من إجمالي أربعمائة وأربعين سرير إنعاش متوفر بالمستشفيات التونسية في المجال التربوي ومع بدء العد التنازلي لانطلاق السنة الدراسية الجديدة تتكثف جهود التنظيف والتزويق في عدد من المدارس بولاية سوسا استعدادا لعودة موفقة في إطار جائحة كورونا التي تستوجب الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الكل يعمل على قدم وساق لتزويق وتزيين جدران المدارس والمعاهد والتنظيفها لإلبسها حلة جميلة تليق باستقبال الإطارات التربوية والتلاميذ لمباشرة سنة دراسية جديدة أنا نخدم في الكلاس بالسيستام بتاع الانيماسيون بالسيستام الجيو دون كنديما نطمح باش نعمل قسم في هالتكنولوجيات هذي باش نشد فيها التلميذ معاها جاءت الكونفيرمون والكورونا والتلميذ قاعد برشة مجاش يقلع دونك بش يبدأ يجي قلق شوية يمش يجي فادد شوية دونك قلت عليش لا تبدأ مزوقة تبدأ يستنم تين يجياج على القسم متاعه تم أنت صغيرات اللي تم أنت صغيرات الحالة النفسية متاح هم حابين نبدلوا الوجهة متاع المدرسة هذي دونك جينا زيناها وقاعدين نزوق ونعملوا في جيداريات في العودة المدرسية معنى لبعث التمعنا لصغيرات بالمناسبة هذي نحب نشجع كل الشباب الكل والأولياء باش يشجعوا أبنائهم في المشاركة في المجتمع المدني عن طريق المنظمات والجمعيات الشبابية ونحب نأكد أن وراه مدينة أكودا كانت وما زالت وستبقى منارة للعلم والمعرفة مع الحرس على تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي وتأمين حاجيات المؤسسات الطربوية من مستلزمات الوقاية والتعقييمة تم أحداث مناهي فضاء خاص للتلاميذ السنة الأولى والسنة الثانية مناهي يجتمل على التجهيزات التي يتمثل في مركب صحي أيضا منهي الفضاء منهي التساعى تقريبا حوالي 150 أو 160 تلميذ هذا منهي ينقص على الساحة 140 ألف تلميذ في جميع المراحل الدراسية يستعدون للعودة إلى مقاعد الدراسة بداية من يوم الثلاثاء تم مراعاة البروتوكول الصحي والاستعدادات التامة لاستقبال التلميذ والمدرسين في فضاءات معقمة وانظيفة تم توفير آلات للتعقيم الفضاءات والسائل المطهر كذلك والمعقم لجميع المؤسسات التربوية بالنسبة إلى أدوات قيص الحرارة عددها من المؤسسات أكثر من نصف تمكنها من ذلك فبعد عطلة طويلة لا يقتصر الاستعداد للعام الدراسي الجديد على توفير المستلزمات المدرسية والمادية بل يعتمد بشكل أساسي على الاستعدادات النفسية والبدنية للتلميذ لتكون سنة مكللة بالنجاح وفي ناب الكاميرا الأخبار تصلط الضوء على استعداد أعوان الشركة الجهوية للنقل للعودة المدرسية ومدى جاهزية أسطولها لنقل التلميذ وطلبة في إطار يلتزم ببروتوكول الصحي المطلوب توقيا من جائحة كوفيد-19 استعدادا للعودة المدرسية والجامعية الجديدة عشرين والفين وواحد وعشرين والفين انطلقت الشركة الجهوية للنقل بنابل في متابعة جاهزية أسطولها والالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة النقل في إطار مجابهة فيروس كورونا خصصنا الحقيقة 171 حافلة من ضمن 315 حافلة أسطول الشركة بنسبة جاهزية 78% نقوم بتسخير إطارات الشركة خلال الأسبوع الأول بشعبتوا على الميدان وحثوا أبنائنا التلميذ والطلبة وفرنا كل المستلزمات للعودة المدرسية هذه الولي المدرس المجتمع المدني الناس كلنا نحثوا أنه نتفدأوا الاكتظار نتفدأوا التخلي على الكمامة داخل الحافلة إذا كان في الكمفور عن الشوفير والقشي ما يقص لما يكون عنده يستظر بالكمامة المتاع وفي الكار النورمال الشوفير والخلاص وما كل واحد قايم بالواجب المتاع ما يطلع الكار فما شوية خلالية ما يطلع الكار الوعي الجماعي والجمعياتي بالالتزام بهذا المخطط الوقائي تجهز هدى فعليا وبقوة لدى المواطنين والأعوان والجمعيات التي تعاذت جهودهم لإنجاح هذه العودة الاستثنائية تنصيق مع قائد جهة نابل مش نبدأوا ان شاء الله العودة المدرسية مش تكون معناها الأفواج على مستوى جهة نابل قليبة قربها مستميم كل الكشافة شكون موجودة مش ننتعاونوا مش نوليدات متاعنا الكشافة الطالبة والتلام مش تكونوا معناها مش تكونوا مساندينهم حاجة أكيدة حاجة ضرورية البفير ما أن نطوض عنه ولا يخوف لازمنا نحمو رواحنا ونحمو غيرنا أولا يحمي روحه من الفيروس كورونا دي ويحمي غيره وانا نعمل علينا والعمل على ربيك استعدادات بتت حسب بعض الملاحدين والمتابعين جيدة إلى حد ما في انتظار العودة الرسمية للوقوف على مدى نجاح هذا البروتوكول الصحي والتزام كل الأطراف به في ولاية القصرين تشكو عديد المؤسسات التربوية صعوبات لوجستية يتجدد الحديث عنها مع انطلاق كل سنة دراسية صعوبات ما زالت تؤرق التلاميذ وتهدد سير العادي لسنة دراسية أضف إلى ذلك وضع وبائي دقيق لم تتخذ في شأنه أية إجراءات أيام قليلة وتنطلق رحلة معاناة ألاف التلامذ والمعلمين الذين سيتوجهون يوميا عبر هذه المسالك المهترئة إلى مدارسهم مسارك تحاصرها الأودية التي قد تفيضوا وتعطل سيرهم بمجرد نزول الأمطار مربون وتلامذا ستتقبلهم مدارس لا تستجيبوا لشروط طلب العلم والمعرفة مدارس تشكو بنيتاً تحتية مهترئة ونقصاً فادحاً في المياه الصالحة للإستعمال الماء مرة يقص مرة يرجع عندي قسم تاعب قسم جين نو والله من خرج من القاعدة أخرى يقطر وخايف لا يتعليها حظرنا شيء ما زالوا نهارين لازم يحضروا ماء التعقيم وماء التعنظفة لازم يحضروا المدارسة قاعدة كيف ما هي تونهارين بشارج عيقرو لجل معاقم كأنهم مش محسين بنا أولاد نصر الله والفرش واحدة من المدارس الريفية التي تعاني إشكالات عدة مدارس تجاوز عددها المئة مدرسة والتي تحتاج إلى تدخل عاجل للتهيئة والصيانتية في ظل تقادم بنيتها التحتية واهترائها قرابة 40 مدرسة غير مزودة بالماء الصالح للشراب وغير مزودة بالماء أصلاً في حيث الفريد فقط 24 مدرسة منهم 20 مدرسة ما فيهيش الماء كيفاش بش نطالبوا تليمدوا كيفاش بش نحموا تليمدوا كيفاش بش نحموا أبناء الشعب التونسي في الجائحة هذه وبحصر عدد المدارس التي تحتاج إلى التدخل اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال التلامذة بمدارسهم وضمان سلامتهم من فيروس كورونا وتوفير وسائل الحماية والوقاية ملتوا على قدم الوسيقى فما بعض المسائل توقعدين هيئوا فيها في الوقت الحالي كما الأعدادية الجديدة التي تفتحها في مكسيم التراب لكي نهيئوا قرابة جوز كيلومتر هذه مدرسة جديدة لازم تكون ظروف فيها طيبة لعودة المدرسية أحسينها كل المدارسة ما فيها شمال تفهمنا على التسريع في المقاولات للربط تفهمها مدارس حاضرة ويشتم ربطها قبل العودة المدرسية كيف تم إحصاء أربعين مدرسة ما فيها شمال صارحة الشرق هذه تكون فيها إجراءات استثنائية تعهد المسجل الجهوي بيش يوفر الجيل ديزينفكتون لكل التلامذة وسيعود قريبا أكثر من ستين ألف تلميذة تدريجيا إلى مقاهد الدراسة ب309 مدارس ابتدائية بولاية القسرين مدارس ما تزال في حاجة إلى كثير من التدخلات والدعم بوسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا فلاحيا الآن وسقوط البرد الذي شهدته المنطقة السقوية سيد أحمد الصالح بولاية الكاف مؤخرا خلف أضرارا جسيما بالقطاع الفلاحي أضرارا تطرح مجددا إشكال ارتفاع أسعار الشباك الواقية أضرار جسيما بالقطاع الفلاحي في المنطقة السقوية سيد أحمد الصالح بولاية الكاف إثر تساقط كميات من حجر البرد أضرار طالت الخضروات والأشجار المثمرة وزيتين سقوط البرد فهمتني هو الأثر علينا معناها سينية كامل ذرد هكتار كامل ذر فهمتني مصروف كبير ياسر أسمدة كيميائية ماء فهمتني ماء غالي الضو غالي فهمتني تضررين برشا معناها نسبة مئة بالمئة غياب الشباك الواقية جراء ارتفاع أسعارها زاد في حجم الأضرار خاصة مع عوزوف شركات التأمين عن تأمين المستغلات الفلاحية في هذه الجهة التي عادة ما تشهد تساقط كميات من حجر البرد الشباك الواقية بالمنحة اللي نعطوا فيها أول حاجة أربعة وخمسة سنين والفلاح ما يخذش المنحة متاع وما عاجش ما ينجمش يزم تجيع على الشباك الواقية أول حاجة يزم على الأقل الدولة تكون ثم برامج واضحة يزم استراتيجية جديدة ويزم خدمة جديدة خطر بالطريقة دي رامو نجبوش نواصله على ذلك عليش قولنا راو يزم بالتعاون مع وزارة الفلاح أو وزارة المالية يزم أول حاجة سندوق الجواحي الطبيعي يتغير وحتى في التأمين يزم يكون ثم تسهيلات في التأمين ونبدلوا حتى طريقة متاع التأمين خطر الطريقة دي هي طريقة تقليدية وللكافة الذي عاين ما لحق بعض المستغلات الفلاحية من أضرار أكد العمل على إيجاد حلول مع البنوك وهيكل التمويل للنظر في مساعدة الفلاحين على اقتناء الشباك عبر القروض الفلاحية حابنا نجيب للفلاحين نشوفهم ديما مع فلاحاتنا لتخفيف منتها وطأة الكارثة هذه نسبة للشباك الواخيرا نحن نعلم أننا مع الكريدي الموجودين نجمون من حيات يعطينا معتها الفكرة وعطينا الأندوسي ونعاونهم مع البنوك ونعاونهم مع السندوق التي تنجم منتها تمويل هذه المشاريع إشكالية تتجدد في كل موسم فلاحي في عدد من مناطق ولاية الكاف زاد في وقعها عزوف شركات التأمين عن تأمين المستغلات الفلاحية هكذا نصل مشاهدنا إلى ختام النشرة ونذكركم بالعنوين تسجيل ثلاث وفايات جديدة بفيروس كورونا ووزارة الصحة في تجاوز طاقة استيعاب أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد-19 مع اقتراب العودة المدرسية مدارس تتكثف فيها الجهود تنظيفاً وتزويقاً وأخرى تفتقي لوسائل الحماية من فيروس كورونا أضرار جسيمة تلحق بالضيعات الفلاحية بعد سقوط البرد بالكاف والفلاح يطالب بدعم الشباك الواقية لحماية المنتوج ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية في الختام لكم مني أجمل تحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة